مر عام منذ أطفئت شمعة أمجد عبد الرحمن في عدن عام مر ثقيلا على أهله ومحبيه وسريعا على قتلته الذين ما زالوا طلقها على مرءا ومسمعا من الجميع رحل أمجد عبد الرحمن ضحية الكلمة المختلفة والفكرة الحرة طالته أياد الإرهاب والتطرف قبيل فجر الخامس عشر من مايو 2017 وهو في مقهى للإنترنت في حي الشيخ عثمان أمجد حزن الذي لا ينتهي ولا ينتهي أمجد شهيد الحرية وثقافة التنوير جريمة مقتل أمجد هزت مدينة عدن بأكملها بل هزت الأوساط الحقوقية والثقافية داخل وخارج اليمن باعتباره ضحية اختلاف في الرأي تم تحريض عليه وعلى أمثاله من قبل خطاب فكري متطرف وأياد إجرامية نافذة ومحمية بعد مقتل أمجد قام المتهمون بالجريمة بمنع أسرته من دفنه متهمين إياه بالكفر والإلحاد وزعمين أنه لا يصح دفنه في مقابر المسلمين تشير أصابع الاتهام إلى قيادات عسكرية لا تزال تمارس عملها حتى الآن بدعم من دول تحالف المسيطرة على عدن لم يكن أمجد أول ضحية لأفكاره في عدن قبله بأشهر تم التصفية الشاب عمر باطويل الذي أتهم أيضا بتهم متطرفة بالتزامن مع بث خطاب فكري يرهب كل من يرفض هذه الجريمة أو يستنكرها بالأمس أحيا مجموعة رفاق أمجد عبد الرحمن الذكرى الأولى لاغتياله مذكرين بأن الجريمة لم تجد طريقها إلى القضاء رغم أن السلطات القضائية قد بدأت ممارسة أعمالها في عدن منذ فترة فللأجهزة القضائية نظرت في القضية ولا الحكومة أولتها اهتماما خاصا باعتبارها قضية خطيرة تمس الحقوق العامة للمجتمع شهداء الرأي الآخر الذين دفعوا حياتهم ثمنا لحقهم في ممارسة حرية الفكر لم يسقطوا في عدن فقط ففي تعيس قتل قبل أسابيع الخطب عمر دوكم الذي عرف بأفكاره التنويرية المعتدلة والوسطية لم يعرف اليمنيون هذه الوحشية في التعامل مع المخالف إلا منذ أن مكن الخطاب المتطرف من السلاح والقوة والغريب أن هذه الجماعات تتلقى دعما من دول تحالف التي ترفع دائما لافتات مكافحة الإرهاب فهل هناك فرق بين رعاية الإرهاب وبين مكافحته أم أن الأمر يخضع برمته للمزاج السياسي وحسابات الربح والخسارة